فقر التوقعات الفلك والأبراج لعام 2021. خلينا نحكي لكل برج شوي التفاصيل مع شغلة إيجابية وشغلة سلبية. خلينا موافقة. مو عطول نحكي الإيجابة ونترك السلبية. لا وهي السنة مختلطة يا مين على كل ما رح تكون سنة كلها منيحة. لأنه في اختلاف بالكواكب يعني. تفضلي. هلأ المشتري سيدخل إلى برج الحود. فالمشتري وكوكب الحظوظ السعيدة رح يضل أول أربعة شهور خمسة يعني أربطعاش خمسة بيدخل على برج الحود. طبعا استثنائيا إذا بدك أنا صلي خمسة عشر وشرين سنة بالأبراج هي شغلة ما شفتها. هاي أول مرة بتصير. إنه عادة المشتري بيضل سنة كاملة ببرج هالمرة لأ. أربعة شهور قاطع البرج وداخل على البرج البعده. هيضل ثلاث شهور ويرجع متراجعا للأساسي اللي هو الدلو. هيدخل على الحوت ويرجع للدلو. فقصدي لذلك السنة تقسم قسمين تقريبا يعني لما بيكون بالحوت شكل ولما بيكون بالدلو شكل. شو بتفرق? هلا الحوت وقت بيدخل على الحوت بيقزي العزراء مثلا. بيقزي القوس. بيقزي مثلا الجوزاء. بينما وقت اللي بيكون بالدلو بقى هادور سنتحزن بالنسبة لهم سنة إيجابية وجيدة. عموما يعني. نحنا كلياتنا كفلاكيين بنسمي السنة باسم المشتري. شو بيكون الوين بيكون المشتري بنسمي السنة باسمه? لأنه هو اللي بيعطي الحزوز سعيدة. عفكرة هاي أحد الأشياء. المشتري هو قوة جاذبة لكل النيازك اللي بتكون كان ممكن تروح الأرض من زمان. يعني أصدي نحنا أهل أول سموه كوكب الحزوز سعيدة. بس هو فعليا لو لا موجود المشتري بكتلته الكبيرة والثقيلة. وهو بيجذب كل النيازك اللي قاله كان معد في أرض من زمان. يعني أصدي هلأ اكتشفوه بقى أنه كل بكتلته الكبيرة هو فعلا بيجذب كل شي نيازك كان ممكن تروح الأرض. تأثيره ب2021 على الأشخاص شو حيكون السنة؟ هو أصلا كوكب بيعطي حزوز سعيدة. هو بنسميه احنا كوكب القادي. يعني المسؤولين الرؤسة المسؤولين عن إداراتهم عن شغلهم. هدول هو كوكبهم. فلما بيكون بموقع جيد بيكونوا هنين مرتاحين ومبسوطين. لما بيكونوا بموقع سيئ لهدول الأشخاص. بينقاموا عن كراسيون؟ مثلا. بينقاموا عن كراسيون طبعا. كاملين مع أبراج وتوقعات الفلك العام 2021. برج الميزان للأشخاص اللي عم يسمعونا أكيد. الأفضل هذا العام. على فكرة كمان الميزان من سنين مرأة من ثلاثة سنين كانوا متعبين. جدا إذا أريد ذاك. للسنين اللي كانت الأكثر تعبا. خلال الفترات الماضية. يعني السنتين ثلاثة الماضين. لا السنة جميلة بالنسبة لها. لو عنده سنة مهمة. عنده سنة مهمة وإيجابية. أنا رادي أطلع مباشر. عم نحاول لأطلع لايف عبر معجبيني كم كان على الإنستجرام. تكره أنه أنا عم دور عموبايلي مثلا. عم ندور عم حاول أنه أنا أطلع مباشر. بس يعني فجأة بتحس أنه. راح لايف من الإنستجرام يمكن ما هي. هو أنا ماني شاطرة بالتكنولوجيا على فكرة يعني إذا بتحب. مو كتير شاطرت الشاطرات بشرحات. نعم. إذن برج الميزان. الأفضل هذا العام. هي الأفضل بالحب. السنة سنة الحب. السنة سنة تقدم بالعمل. وارد يكون في سفر وارد يكون في ارتباط. تعوى بقى إذا سلبيا. ماليا. ليس في العام الأفضل ماليا. هلأ بالله يحب ومال. ما بيزبطه. يعني إنه. بدك تضحي بشغل. بدك تضحي بشغل. يا مال يا حب. فأنا برأيي هو يحتاجين فترات للحب. الميزان افتقد الحب هديك السنة. حس إنه إنه فعليا هو نفسه ينحب. أغلب مواليد برج الميزان جندية. نفسه يحبوا ينحبوا. يعملوا علاقات. يحس بالحب الحقيقي. لأنه هديك السنة خاب أمله وكتشف إنه كثير في مصلح جيه أو علاقات انتهت أو ما كانت على مستوى توقعاته. لا لا الأمور جيدة هذا العام. مع الصفات العامة وحتى الشغلات الإيجابية والسلبية للعقرب. خلينا نقول. أنا بقول العقرب هي سنة سفر بامتياز عفكرة. السنة للتغيير بامتياز للعقرب من منطقة لمنطقة من حالة لحالة من بلد لبلد من شغل لشغل ما رح تكون سنة اعتيادية للعقرب المسيطر. هلأ غالبون ما فينا نقول طبعا كل العقرب بالنتيجة رحي. أنا هلأ العزراء إذا تجيني سنة للسفر ما عندي رغبة إنه أنا سافر خلص اللي ما عنده رغبة ما عنده. بس ممكن عم بيضب بطيابه ليروح عبيت جوزة مثلا. يروح عبيت مرته مثلا. ترجع عبيت أهلا كمان. ترجع عبيت أهلا. لا بس ما لسلي عاطفيا سيئة. يعني ما أظن القصص أخدي طابع لا سمح الله طلاق. إذا عم نحكي عم متزوج. بس ما بيمنع إنه نبه بإنه العقرب عنيد يا زلمي. وكمان كرامته غالي عليه وكمان ما بيعرف يعتذر. وكمان بالنتيجة يعني حدا مكابر. أنا بزعل عليه العقرب لأنه بشوفه حدا كتير مكابر حتى على قلمه. حتى إذا بديتقلم ما بيفرجي إنه أنا متقلم يا الله. إنه بيروح حالدكتور بالسر تقول كأنه عمل عملة مسألة. مكملين أيضا مع القوس. القوس عنده سنة مختلطة مثل ما قلنا. سنة نص نص لأنه هاي ثلاثة شهور ما رح تكون لقلو. هاي الثلاثة شهور ممكن يكون فيها جزء من تعب. هلأ بقيت الأمور إيجابية وجيدة كل السنة. كمان مثل الجوزاء عنده أول أربعة شهور حلوين. آخر أربعة شهور حلوين. نص ما كتير. بس أنا بظنها سنة بايبي. سنة عمل جديد. سنة زواج جديد. سنة الجديد بالقوس. تجديد. اي اي فيه شغلة جديدة رح مارك لفيه. هو الصفات العامة شو فيه عن القوس؟ هذا عصبي مستعجل لبق لطيف محب للرياضة. كمان بيعتبر حاله مثل الأبراج النارية ثلاثة. اللي هنا نحمل أسد خوس. أنا بفهمه وأنتو كلكم ما بتفهمه. فدائما عنده إحساس أنه أنا. مو الأنا الأنانية أبدا. بالعكس وأكتر الأبراج عطاء. بس الأنا اللي بفهم لا بيستشير. هلأ وهذا اللي بنصحه فيه أنه استشيره يا جماعة. والله شو هات المثل بنشارك الناس عقولة. يعني من استشار أخذ من عقل الآخر. هاي شغلة كتير مهمة فعليا يعني قصدي أنه. أنه أنا استشير قبل ما بلش. عفكرة أنا مثلا ما عم نحكي بأبراج وفلك. والدعم ريصار وتجارب. ما بيعمل شي بدون ما استشير. ما بيعمل شي أساسي بدون ما استشير. وما بيستشير الشخص. بستشير ثلاثة. هذي نصيحة عامة بتنصحية لكل الأبراج. فعلا فعلا.